أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعله الله آخر العهد منا جميعا إن شاء الله لزيارتك والاقتداء بك والتأسي بك ولإحياء أمركم الذي هو أمر الله السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين السورة الثانية الآية الثانية من سورة الجمعة الله تبارك وتعالى يوضح هذا منطوق الآية أنه بعث في الأميين يعني العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أو نسبة إلى أم القرى مكة على كل حال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ما هي مهمة هذا الرسول الرسول يتلو عليهم آياته الكتاب الكريم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم يصفهم أنكم كنتم في ضلال مبين فجاء النبي صلى الله عليه وآله ليستنقذكم من جهالة الظلمات هذا ليس مقتصرا فقط أو لم يكن مقتصرا فقط على النبي صلى الله عليه وآله وإنما على كل الأنبياء عبر التاريخ كما ورد في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيت العصمة والطهارة أن الله بعث مئة وأربعة وعشرين ألف نبي إلى الأمم وليس أولى تخلو أمة من نبي لأن هناك أنبياء على مستوى قرية أنبياء على مستوى بلده على مستوى مدينه على مستوى منطأ كبيره والوحيد الذي أتى على مستوى العالم كله هو النبي صلى الله عليه وآله بدليل قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صلى الله عليه وآله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما في قوم إلا ما إجيهم نذير مئة وأربعة وعشرين ألف نبي وهذا بفطرة الإنسان لو قرأت التاريخ أو استقرأت التاريخ منذ بداية البشرية إلى يومك هذا لعلك ترى مدناً بلا أسوار مدناً بلا مدارس أو مدناً وقرى وبلدات بدون أي شيء ممكن أن يدل على شبيهه في منطقة أخرى ممكن أن تختلف المدن والبلدات وغيرها في البناء وغير البناء والمؤسسات ولكنك لن تجد عبر التاريخ أبداً من أوله إلى آخره بلداً أو مدينة بدون معبد أو مسجد أو كنيسة هذا عبر التاريخ معروف هناك استقراء دقيق أنه لابد أن يكون هناك معبد حتى أن المدن كانت تعرف بمعابدها وبمساجدها إذا ترجع للتاريخ اقرأ تاريخ قم تاريخ دمشق تاريخ بلخ تاريخ نيسابور تاريخ بخارة كله لأنه فيه معابد وفيه مساجد وهذه المساجد كثرت عبر تقدم البشرية واتساع رقعة البشرية لأنه الدين كان يعبر عن شيء أساسي في حياة الإنسان وهذا بفطرة الإنسان قد يعبدوا الناس بعض الناس قد يعبدون الشمس يعبدون البقر يعبدون التمساح أو النار كما في أفريقيا إلى الآن ومنهم من يعبدوا غير ذلك وعدة آلهة وكذا مسيحة مسلم كذا أبدا كله إلو دين هذا يعبد هذا وهذا يعبد ذاك وإلى آخره ولكن لا تجد أبدا إنسان بدون دين حتى الملحد الذي لا يؤمن بالله فهو هذا دينه بده يتديم بشيء دينه إنه أنا أعتقد بأن هذا الطبيعة هي هكذا صدفة ما فيش اسمه رب العالمين والله وقاد وإلى آخره هذا دينه هيك فإذن الدين حاجة فطري للإنسان ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما يصف بعثة النبي وبعثة الأنبياء في خطبة له في نهج البلاغة يقول فبعث فيهم رسله يعني الله سبحانه وتعالى بعث بالناس رسله وواتر إليهم أنبياءه يعني واتر يعني واحد ورد تاني لماذا؟ ليستأجوهم ميثاق فطرته يعني حتى الأنبياء يقولون للناس تعلهون الله خلأكم خلقكم الله وأوجد فيكم فطرة التوحيد فطرة أن هناك رب يجب أن يعبد ولكن الإنسان بيختلف عن إنسان آخر ويخطئ ويشتبه بالمصادق كلهم بيؤمنوا أنه في خالق في إله يجب أن يعبد بس هذا بيرحصوا بالشمس هذا بيعبد القمر هذا بيعبد الكواكب هذا بيقول البقرة مقدسة هذا بيعبد النار وما شاء الله من عبر التاريخ من أقوام ومن أفكار ما أنزل الله بها من سلطان فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأجوهم ميثاق فطرته يعني تعوك شفوا عن هذه الفطرة ويذكروهم منسية نعمته وليحتجوا عليهم بالتبليغ وليثيروا فيهم دفائن العقول يعني شو دفائن العقول يعني هذه الفطرة عم بيقول له النبي للإنسان طلع هذه الفطرة فطرة التوحيد الذي به أو بها تؤمن أن الله واحد أحد أن هناك خالق يجب أن يعبد ويشكر وهو لا إله إلا الله ما في غيره هذه طلعة كيف الرماد بتكونوا مغطية النار بالمنأة الفحم مثلا تأتي أنت بتكشفها هيكي بيطلع وهجة ليثيروا فيهم دفائن العقول دفائن العقول يعني هذه الفطرة الحقيقية الموجودة الإمام أمير المؤمنين في كلامي هذا يؤكد على أن الإنسان مفطور على التوحيد ولكن شو اللي بيخلي الإنسان يتجه نحو الكفر نحو الشرك نحو عبادة النار عبادة القمر والشمس وكذا وكذا إلى آخره أو الإلحاد عدم الاعتقاد بالله هو الجهل وإذا كان عنده دين وغير دينه نتيجة عدم الإيمان وساوس الشيطان وما شابه هذا الجهل هو اللي بيخلي الإنسان ينحرف إذن الدين حاجة ضرورية هذه مسألة أساسية عند الإنسانية جمعا ولكن عبر التاريخ كان الصراع اللي حكينا عنه من مدة الصراع الاجتماعي بالبشرية عندما كان يتطور ويتطور كان موجود أصلا بالأساس حتى كما قلنا من أيام هابيل وقبيل وقت اللي أتى القبيل هابيل وتطور الصراع والنزاع الاجتماعي مع تطور البشرية وتطور وسائل الانتاج والحديد والسلاح وكذا إلى آخره ليه؟ لأنه في أطماع عند الإنسان بده يسيطر بده يهيمن فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليجعلوا هناك نظام للناس من أجل أن تستقر أرواحهم من أجل عبادة ربهم بسلام أنه يا عمي لا شو هالمشاكل كلها هذي؟ تعوا ربكم الذي خلقكم والذي هو أدرى بكم ويعرف ما أنتم وما تحبون وما تكرهون وما تبغضون يعرف فطرة الإنسان ما يحتاجه الإنسان ما يحتاجه الرجل ما تحتاجه المرأة عمل نظام مناسب لهذه الفطرة مثل أنت بتعمل كمبيوتر بتحط له هارد ديسك ورام وكذا إلى آخر بجوة أحابة يشتغل على شغلة بتقول له ما فيك هذا ما بيتحمل هذا الكمبيوتر وضعه كذا 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 هذه الأبليكيشن ما بتمشي هون نلاحظ نفس الشيء الإنسان هو أبليكيشن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعمل له نظام مناسب لإله واللي هم نسميها الشريعة قسمها إلى جنب أخلاقي وجنب أحكام حلال وحرام وجنب عقائدي يعني نظام تشريعي منظومي إلهي الله أنزلها عبر الكتب السماوية وقال له للإنسان احكم بهذا واستعمل هذا النظام هذا النظام لمصلحتك لصالحك فيه السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة بس الإنسان قال له أنا أريد أن أضع نظاما من عندي وهذا النظام أفضل من هذا النظام فجاءت فكرة سلخ الدين عن السياسي ليه؟ لأن الدين الحقيقي يمنع أهل السلطة والجبروت والطاغوت من أن يسيطروا ويستحكم نفوذهم على المستضعفين في الأرض فجعلوا الدين مجرد طقوس وحاولوا أن يجعلوا الدين حالة روحية تعتمد العلاقة بين الإنسان وربه فقط أما ما لك شغل في الاقتصاد وفي الحاكم وفي السياسة وفي العدل وفي كذا وكذا كذا ليس لك الشغل في هذا إنما أنت تعمل مسجد وصلي وإركع وعمل اللي بدك إياه والكنيسة يخليها تدق جرس قد ما بده أما أنك تجي تقل للعدل والله يريد العدل ويقيم العدل والأنبياء جاءوا من كذا بتفوت على الحبس حبيبي ما في لعب عندنا هون هذا المنطق الذي ساد فإذن الدين كان دائما يواجه المستكبيرين طلع هلأ بالقرآن الكريم عندما تنظر إلى القرآن الكريم وتستقرق حالات الأنبياء مع أقوامهم كان دائما دائما المترفون والأغنياء والطواغيط هم الذين يقفون بوجه الأنبياء عاد وثمود وصالح ونوح والنبي صلى الله عليه وآله وإبراهيم النمرود موسى فرعون اليهود الذين كانوا يملؤون الأرض كنزا وذهبا وغير ذلك إجا المسيح عليه السلام والمسيح كان من بني إسرائيل وعلى دين موسى المسيح لم يأتي دين جديد وإنما إجا يقول لهم للفريسيين أنتم جميعا منحرفين عم تكنزوا الذهب والفضة أنتم عم تحرفوا دين موسى ودين الله فقاموا حكوا مع الرومان قالوا لهم خلصونا منه لهذا إجوا الرومان يعني برواية الكنيسة صلبوا بروايتنا الله رفعه إليه صلوا على محمد وعليه الدين يا إخوان كان دائما الدين الحقيقي الدين الحقيقي كان دائما هو الذي يقب بوجه الطواغيط ولكن استحكام الطواغيط بالنفوذ لا يمكن أن يدوم طويلا فما العمل إذا استقرأت التاريخ من جديد ترى أن الطواغيط استعملوا الدين وفرغوا محتوى الدين أو قاوموا الدين بدين جديد يعني دين ضد دين أعطيك مثال مثلا من هو الذي وقف بوجه موسى عليه السلام عندما أراد موسى أن يأخذ بني إسرائيل إلى فلسطين من مصر يعلط فيهم البحر الأحمر السامري السامري عندما نزل جبرائيل ووطأ الأرض السامري شايفه وعندما يطأ جبرائيل الأرض الطراب اللي تحت الأرض إذا مسكته وضربته على مية بيحية فإيجا هو بس نزل جبرائيل على الأرض وكان عن بيحكي الرسول مع موسى فقام السامري أخذ قبضة من أثر الرسول كما تقول الأي حتى بجيبته بعدين وقت اللي جاب الذهب وذوب الذهب وعمل عجل زدت الطرابات على العجل صار العجل له خوار يعني يعمل صوت مثل صوت البقرة مثل صوت العجل والثور فصاروا يعبدوا بني إسرائيل كان هذا السامري من عباد بني إسرائيل ومن علماء بني إسرائيل هو اللي وجه موسى لاحظ النبي صلى الله عليه وآله بعدما أو عندما وقف بوجهه بلعن بن بعورة لموسى أو النبي صلى الله عليه وآله عندما وقف النبي وبايع عالياً والقوم لم يريدوا أن يكون عالياً هو الخليفة لأن عالياً سيأخذهم على جادة الصراط المستقيم وهن بدهم ثروة وقريش قالت مدام نحن لا نستطيع أن نقضي على النبي وأن ننازعه هذا السلطان وهو قوي مؤيد من قوة أخرى فمنهم آمنوا أنه والله ممكن رب العالمين هو اللي يعمل هك بس بدهم السلطة والحكومة خلينا نفوت بالإسلام نتزيى بزي الإسلام وندخل ونملك ما يملكه محمداً اللهم صلي على محمد وآلي محمد إذا مية مية آلهة مية وعشرين آلهة بدون هذه الآلهة إذا كنا نملك السلطان والقوة عبر الإسلام لماذا لا؟ فبعد ذلك يعني الكلام يطول حول هذه المرحلة أزاحوا عليً عن الخليفة السياسية والسلطة والحاكمية وأخذوها بني أمية واستمر الحال إلى أن سيطروا عليها سيطرة أمي وكانوا يعملون ويفعلون الأعاجيب بشيعة علي من أجل عدم قيامهم ونهضتهم أبداً هذا الإسلام صح سيطرنا عليه وصار معاوية خليفة وصار يزيد خليفة وبعد ذلك مروان بن الحكم عبد الملك بن مروان يزيد بن عبد الملك بن مروان عيلة نازل نزول هؤلاء سيطروا على الإسلام لم يكتفوا بالسلطة وبالحكومة وبالأموال والجواري وإنما أيضاً من جهة أخرى أصروا على قتل شيعة علي وعب الأخص على سادات بني هاشم إذا بتقرأ كتاب مقاتل الطالبيين بيذكرهم كلهم بالأسماء بالأسماء الكلام يطول في ذلك ومجازر بشعة عبر التاريخ قتل ملاحق حتى كان سادة بني هاشم منهم يهربون إلى شمال أفريقيا وغيرها تروح لهونيك بتلاقي فيه لهم مقابر وكذا إلى آخرية إلى أوروبا صوب الأناظول بالمناطق فوق بالبوزنيا فيه مقابر للسادة من زمان لأنه عيل ذلت متوارثة سادة من واحد للتاني ملاحظ؟ هذا التزيب بزي الدين فكانوا عندما أخذ معاوية الخلافة ولم يعد هناك صراع على الخلافة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام أمير المؤمنين ولم ينازع معاوية أحداً فسموا هذا العام عام السنة والجماعة أنه خلص ما السنة؟ يعني سنة النبي مش السنة اللي هلأ بالمفهوم اللي نحن بنحكي أنه أهل السنة لا عام السنة والجماعة يعني عام سنة النبي وكلنا سرنا جماعة وحدة وهذا المخالف علي بن أبي طالب راح صاحب الفتن راح إلى آخره سرنا هلأ الأم أم وحدة والحمد لله هلأ إلى الآن ترى كتاب من المسلمين بيحكوا هيك خصوصاً الوهابي هؤلاء العالم عندما هؤلاء الجماعة عندما سيطروا عام السنة والجماعة صار الحج وصار المسجد وصارت الجماعة وصلاة الجمعة صلاة السلطان السلطان هو كل شيء الزكاة تجبى لهم ويفعلون الأفاعيل بها القصور والجواري عشرين ألف تكاية ذهب مطرزي بالذهب كانت عند العباسيين المأمون العباسي عشرين ألف عشرة آلاف جارية وبنه أمية كمان نفس الشيء والكلام يطول جداً حول هذه إذا قرأت تاريخ الخلفاء لجلال الدين الصيوطي من مؤرخي أهل السنة أقرأ وشوف التفاصيل مرة حكيت عنها وكنت أحكي وحكيت كثير عنها ولكن الذي أريد أن أقوله أنه دائماً دائماً كيف يمكن أن نحافظ على ملكنا ونحافظ على سلطاننا الذي نريده بأن نظهر أننا أهل الدين وهذا الدين يأتي لمقاومة الدين الأصلي الذي كان سائداً لأن الطواغيط ما فيهن يجيب دين المليح ما الدين المليح موجود ما بدون إيه لأن هذا الدين ضد ظلمهم وضد سرقتهم وضد قتلهم الناس كما قلت لك هؤلاء الجماعة عندما يصف ويقول لا ينخلع الإمام بفسقه وقتله الناس بغير حق أو قتله النفس المحترمة وضربه الناس بالصياط وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه إذا هذا الإمام عم بيعمل هاك هذا إمام عندهم فإذا هذا الإمام ما بده يجي واحد مثل علي بن عبي طالب أو من شيعة عليا من الموالينة لعليا يجي له شو عم بتساوي أنت ولذلك أبو ذر الغفارة كان ينفو من محل لمحل لا لأنه كان يدل يقف قدام عثمان ويقل له أنت عم تقنز الذهب والفضة أنت عم تاخذ مال الله آخر شي عثمان شو عمل له أخذه ونحطه حطوا بالمكتب تبعوا بالشام سموه مكتب وقت اللي علع عثمان مع أبو ذر كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان مع أبي ذر على طول ولكن أمير المؤمنين قال له لأبو ذر قال له روح يا أبو ذر أبو ذر وين حطوا عثمان حطوا بالشام وين نزل بالشام على جبل عامل وبلش يحكي عن فضاء الأهل البيت وعلي بن أبي طالب وكذا وهولد شيعه وعلقه الإسرائيلية وعلقه داعش يعني كان مصيب عليهم نعم كبيري يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صلوا على محمد وآله محمد ولا زال إلى اليوم إلى اليوم الدين ضد الدين لاحظ يعني وقت اللي بيجي أنا بدي بشوف أن عاشراء هي قوة عند الشيعة بحاول أني شويها بطريقة كيف بدي شويها بطريقة ما فيي أطلع على التلفزيون وأتكلم وأخطب وأقول أن هذا الحسين كان كذا وكذا هذا كلها الكلام مش صحيح وغير ذلك لا أحد يستطيع فعل ذلك ولكن أنا بمشي عند الشيعة بعد الطقوس وبعض الشعائر التي تشوه ثورة الحسين والتي تشوه شعيرة الحسين وشعيرة كربلاء ومفهوم ومضمون ومحتوى ثورة كربلاء الذي هو روح الإسلام بتصير المسألة يعني إذا بدك تنظر إلى مجالس العزاء وغيرها بس مجرد بك على أبي عبد الله الحسين وشوف قديش بيركز مقرئ العزاء حتى يعني على المصيبة على البكة وبيل لك اخته كذا وصارت تصرخ حتى أنهم كثير من قراء العزاء وضعوا السيدة زينب في موضع مهين ومذل والإمام الحسين في موضع مذل وإلى آخره من بعض المواقف وبعض الروايات التي أصلا ليس لها وجود نلاحظ وما حدا عم بيحكي وما حدا ساكت والعالم ماشي بهذه الطريقة هدف أفرغ العزاء أو السيرة الحسينية من محتوها الدين ضد الدين بيتلبس بلبوس آخر نلاحظ ولذلك هذا كان عبر التاريخ من أول التاريخ إلى يوم كهذا هؤلاء الجماعة كان عندهم أن السلطان هو اللي بيجي على صلاة الجمعة وإذا بتلاحظ هلأ أهل السنة صلاة الجمعة عندهم شو هي يمكن في بعض منهم بعض الأحيان لا يصلون خلال الجمعة بعض منهم يعني بس يوم الجمعة بدوا يروح على الجامعي يصلي عبر التاريخ مسألة أساسية عندهم هذه أما الشيعي لا الشيعي ما كان يروح يصلي هونيك لا لأنه يعني ما كان عندهم صلاة جمعة لحالهم الشيعة مثلا يقتدي بإمام لأن الإقتداء بعالم فاسق لا يجوز وهذا عالم فاسق اللي عم بيصلي هذا من وعاض السلاطين هذا من خدام السلاطين والأمراء والملوك والطواغيط الذين كانت تسيلوا دماء الشيعة تحت أقدامهم مثل الحجاج وغيره كان ما ينام الليل إلا ما يقتل واحد شيعي ويشوف دمه عم بسيح لاحظ ولذلك كان الحج مسألة تتعلق بالسلطان والشيعة عبر التاريخ ما كان عندهم هلأ بتتعجبوا مننا أنه لاش نحن جوامعنا مش مليانة بين مصليل بالجمعة بس هن صلاة الصبح عندهم حتى كمان لأنه كان السلطان يحضرها مثل ما قلتلك مبارح كان عبد الملك بن مروان حتى هو سكران يجي يصلي جماعة كانوا يجوا يصلوا هلأ طلع بالمساجد مع أنه هذا شغل مليحة يعني أنه يصلوا مليان المسجد بصلاة الصبح نحن عندنا سبعة اثمانة لاحظ لا لأنه هذه إلى أثرها عبر التاريخ وشغلة مش مليحة المفروض أنه نغير لأنه معاش مضغوط علينا مثل قبل الشيعة لم يكونوا موجودين حتى يصلوا وراء إمام مثلا عادل إلى آخره حتى الزكاة كان الزكاة لمين كان الزكاة للسلطان بيعمل فيه السلطان مثل مبده وهذه التاريخ موجود كيف يصرف السلطان على حريمه وعلى لذاته وشهواته وعلى من حوله وكيف معاوية كان يعطي الذهب والفضة للعشائر ويفضل عشيري على أخرى حتى على على قاعدة فرق تسد لاحظ ولذلك الشيعة شو ما كان يجيهن شيء كل واحد يعرف أنه شيعة يمحى اسمه من الدوان ما إلو عطاء أبدا ماذا يفعلون الشيعة شرع أو سنة بحكم ولايته الإمام الجوات الخمس في المكاسب الخمس في المكاسب ما كان على زمن النبي ولم يكن على زمن الإمام علي والإمام الحسن حتى زمن الإمام الجوات هذه المكاسب يعني الشغل اللي بتشتغله أنت والله هو الخمس في الغنائم فقط بحسب الآية وسياق الآية غنائم الحرب أما الخمس بالشغل اللي بشتغله أنا بالبنك مثلا أو واحد بيصلح سيارات أو واحد موظف بيبقى معي شيء بدي خمسه هذا مش وارد وإنما شرعه الآئمة حتى يعطوا فقراء الشيعة ومستضعفي الشيعة من الخمس بعض الأحيان كانوا يشرعوا السدس بعض الأحيان الربع بعض الأحيان الخمس نلاحظ بحكم الولاية التي هي معطاة للإمام هذه مسألة هذا بحث كبير هذا الخمس أما الزكاة لا الزكاة هي بالأنعام والشيعة فقراء من لهم أنعام بقر وغنم ومش عارف شو وفي نصاب إلى آخره والذهب والفضة أهوليك لا أهوليك كانوا أغنياء يعطونا الخليفة ولذلك التشيع الذي كان هو المقاومة لهؤلاء الجماعة الذين أرادوا محو سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام يعني نحن نركز الآن على سيرة أبي عبد الله ثورة الإمام عليه السلام عملت ضجي عند بني أمية وعملت ضجي بالعالم الإسلامي ولكن كان يجب أن تستمر حتى يمنعوا استمرارها جعلوا الفراط يمر على مقام أبي عبد الله ويجرفوا يجرفوا القبر وكانوا يمنعون زوار أبي عبد الله من أن يأتوا حتى يزوروا أبا عبد الله عليه السلام وكان البعض منهم يقتل وكانوا يقولون أنه من يريد زيارة أبي عبد الله تقطع يده ليه؟ لأنه عند أبي عبد الله الحسين فكر الثورة فكر الإسلام روح الإسلام والثورة والوقوف مع الله في عدله وضد التواغيط في ظلمهم وجباروتهم عند الحسين من هناك كيف بتروح بتعبي سيارتك بين زين بلايس وتشبيه وللإمام المثل الأعلى الإمام عليه السلام تأخذ منه روح الثورة ولذلك بالحج بس نروع الحج ونجي شو بتسمع واحد عم بيحكي تسمع واحد عم بيقول لك شي هيكي كلام غير شكل بيقول لك اشترينا وعملنا أو ببلد تاني اشترينا مسجلة وجبنا كذا وجبتها الخواتم وراي على الحج بس وقت اللي بروع على النجف وعلى كربلة من هناك بيجي بروحية مختلفة ليه لأن الحج كان حج السلطان والشيعة ما كان يعجبهم هذا الحج لأن هذا الحج حج السلطان بعد حج السلطان كان الشيعة أربعمائة ألف خمسمائة ألف يروحوا يحجوا بكربلة نلاحظ وهونيك كان سلطان بن أمية وبعد ذلك سلطان بن العباس يبعثون المقاتلين والجيش ليخطعوا الطريق على الزوار العائدين إلى كربلة بعد الحج مباشرة لأنهم يعرفونهم أنهم من الروافض من الشيعة الذين سيذهبون لزيارة من أبو عبد الله الحسين هناك الحج الأكبر كما يقول الشاعر وارمق البيت الحرام يعني اطلع بالبيت الحرام الشاعر الحلي سيد حيدر الحلي شاعر أهل البيت وارمق البيت الحرام ونظرة إلى قبرك فهو حج أكبر لذلك الإمام عليه السلام في هذا القبر هو قبر العدل قبر الإسلام الحقيقي هناك دفن الإسلام هناك بتاخذ منه روح الثورة وروح العطاء وروح النبي صلى الله عليه وآله وروح علي عليه السلام هناك الإسلام الحقيقي ولذلك بس روح يروح على كربلة ويرجع بيرجع بروحية أخرى بيرجع بروحية عالية جدا هناك بيبكي أكتر ما بيبكي بالحج هناك بيتوسل بالإمام الحسين من أجل أن يرتفع أكثر بروحه وعقله ليتقرب من الله بتقربه من اسم الله الأعظم هذا بتقربه من حجة الله بتقربه من صاحب مظهر أسماء الله هذا هو التعلق بكربلاء ولذلك نحن الشيعة عبر التاريخ أسسنا لكربلاء إنه كان عندنا جوامع منصلي فيها بس جوامعنا ما بتكفي ما نعمل شيء أكثر بدلل على كربلاء بدلل على الثورة بدلل على الحسين عملنا الحسينيات لماذا سموها حسينية لأنه تقام فيها مجالس أبي عبد الله الحسين وهذه مجالس تعزية أصلاً كلمة مش لازم نقول مجالس العزاء مجلس حسيني المجلس العزاء بذللك على البكة والأسى والحزن وكذا لا مجلس حسيني مجلس عزاء حسيني ولذلك الحسينيات كانت ملتقة للشيعة حتى يفش خلقهم بعاشورة من موقف هؤلاء الظلم وحتى لو مات أبي وأمي وأخي ومن من قرابتي وصاحبي وصديقي بده يقام مجلس عزاء 365 يوم كل يوم مجلس عزاء على أبي عبد الله الحسين ولذلك كانوا الطواغيط عبر التاريخ يحاولون تشويه هذه المجالس هلأ اطلع على اليوتيوب وشوف قديش حالة التشويه لمجالس أبي عبد الله والمجالس الحسينية وإنه هذا البكاء وشو عم تبكو حتى بأوساط الشيعة ليش البكاء حتى أن الأئمة عليهم السلام قالوا من بكى وتباكى يعني ما بده أبدا أي واحد يكون عند قراءة المجلس قاعد عم بيطلع بشو بالمقرئ هيك لا ما ترفع راسك حط راسك بالأرض والذكر المصيبي إذا ما بدك تبكي تباكى يعني تباكى مش أنه ابكى ابكى بطريقة مزيفة لا تباكى يعني حط راسك بالأرض وتجلبى بالحزن واستشعر الحزن هذا التباكى فالجو أئماتنا يريدون أن يكون هذا الجو جو حزن جو مليء بالحزن الذي هو يتكلم عن المصيبة التي تستشعر المصيبة في قلبك ومن ثم تستشعر عظمة الحسين في قلبك ملاحظ هذه المجالس الحسينية المجالس الحسينية التي دائما دائما عبر التاريخ ولذلك هذه المجالس أسست لهذه الثورة العظيمة جدا بالجمهورية الإسلامية بإيران الإمام خميني رضوان الله عليه كان يقول كل ما عندنا من عاشورة كل ما عندنا من عاشورة من الإمام الحسين من الثورة مفهوم الشهادة حتى بلبنان نفس الشيء من اللقات الإسرائيلي والكيان الصهيوني مجموعة شباب هلأ هل شباب حتى بعد حرب تموز في بعض منهم بقولوا والله صراحة بينتنا معرفنا كيف انتصرنا الله سبحانه وتعالى سددنا ببركة أبو عبد الله وفكر أبي عبد الله وشهادة أبي عبد الله كيف يتسابق المؤمن إلى الشهادة ويعتبر نفسه لا شيء مقابل شهادة أبي عبد الله قدوي أبو عبد الله عندما أقدم نفسي في سبيل الوطن وفي سبيل الله تبارك وتعالى ولذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما يتكلم عن الشيعة في إله حديث يتكلم عن شيعة لبنان هذا بالرويات الآن شيعة العراق موضوع آخر عم بيحكي أنا لأنه هي المسألة تتعلق بالحديث يعني حديث حتى يسمي منطقة أتون في حديث آخر يقول منطقة أرنون من قرى عاملة يسميها الإمام يقول هؤلاء هؤلاء هم شعاتنا حقا سمحاء النفوس يعني كيف واحد كريم بيدفع مصاري بدون ما يطلع فيهم هؤلاء بنفسهم بقدموها بدون ما يطلعوا فيها وبدون ما يبخلوا بنفسهم سمحاء النفوس تمحل البلاد دون بلادهم هؤلاء هم شعاتنا حقا الإمام عليه السلام هذا الكلام كله منين من أبو عبد الله عليه السلام من سيد الشهداء لأنه هذا الإمام العظيم عندما تأصل في قلوبنا واستشعرنا وجوده في قلوبنا دائما صار عندنا ما يمكن أن يجعل من أكبر الأعداء أذلاء خاسئين صلوا على محمد وعلي محمد اللهم صلوا على محمد وعلي محمد والسلام سمع السيد والسلام المسألة الأخطر بالتاريخ الإسلامي أنه كيف يمكن أن نقضي على هذه النهضة بطريقة غير الدين لا منيجي للدين يتلبس الطواغيط والمزيفون وأصحاب الأفكار البائدة والمصالح الشخصية والوصوليون والانتهازيون بلباس الدين لاحظ؟ بصير يعمل دين من عنده ويحلل من عنده وتدفع الأموال إلى الأقلام والجرائد والصحف والكتب وتوزع الكتب وتوزع القرائين وتوزع كذا ويجعلون الكعبة البيت الحرام وسيلة لهم من أجل الضحك على عامة المسلمين انظر إلى الحج هذا الحج ثلاث ملايين بتفوت بتطوف وبطوفه وبيزعوا وبيرجموا الشيطان وفي ناس ما عارفين حالهم شو عم بيعملوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام في حديث يقول له لصاحبه يقول هؤلاء لا قيمة لحجهم حتى يأتوا إلينا ويسلموا علينا بولاياتنا بدون ولية أهل البيت هذا الإسلام ما إلو قيمة ما إلو قيمة عظيمة بديش قول ما إلو قيمة حتى ما يكون الحكيم مش سليم ما إلو قيمة كاملة كما قلت إكمالوا الدين وإتماموا النعمة ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين فهذا هذا الحج لذلك الإيرانيين وقت اللي راحوا ببداية الثورة وعملوا مسيرة مسيرة بالحج البراءة من المشركين طيب خليهم يعملوا مسيرة البراءة من المشركين بس هذا بيعملنا مشكلة كيف هذا الإيراني بدوا يجي هذا بدوا يعمل ثورة بلجوا يزدوا عليهم أناني أزاز يمكن ما حدا منكم إلا الكبار هون بيعرفوها وصاروا يأوصوا عليهم حتى استشهد خمسمائة إيراني بالحج قتلوهم والدماء كانت بالشوارع انزل على اليوتيوب أو على الإنترنت وحط المجزرة الإيرانية في الحج يطلع لك الصور وقتل كثير من السنة من السودان ومن المغرب العربي ومن اندونيسيا والفلبين لأنهم كانوا ميشين معهم قالوا براءة من المشركين نحن ضد المشركين المساكين مش عارفين وش عم بصير وبدأ الضرب لا لأنه هذا هذا هذه المسيرة هذه ضد أمريكا أنتوا ضد الغرب ضد مش عارف شو فهذا اللي صار نفس المنطق نفس المنطق وإلى الآن وإلى الآن اليوم هناك ردة كبيرة عظيمة جدا في الاتفاق مع الكيان الصهيوني والوقوف وقفي وحدي معه ليه لأنه هؤل اللي جايين عم بيحاولوا يقيموا العدل بالمنطقة يعملوا المنطقة مستقلة إلها سيادتها هؤلاء عروشهم رح تتزلزل فبيصيروا يعملوا فتنة سنية شيعية يا غيرة أهل السنة أهل السنة يقتلون من الشيعة وهكذا بلبنان وفهم كون كفاية وسمعتوا كثير هذي شو أساسها أساسها إثارة النعرات الطائفية للتلبس بلبوس الدين ما فيهم يقاوموا هذه القوة إلا أنهم يحركوا الدين ضد الدين وهذا من أخطر المسائل وبالذلك بحاجة إلى قيادة ويعية إلى قيادة عظيمة بتفهم كيف بدها تتحرك وكيف بدها تشتغل وين مركز الثقل بالصراع وين الاستراتيجية وين التكتيك كيف بدك تتحمل كيف بدك تصبر شيء مهم جدا هنا نحن أختم هلأ يمكن ما عاش بإيلي وقت كتير عندما نكون نحن هنا في أمريكا كيف ممكن أفهم هذه المسألة بتطبيقها هون إنه 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 هون الناس تعيش حالة الانفصال عن الدين بشكل عام الأمريكي المسيحي بشكل عام 95% من المسيحيين الأمريكان لا يذهبون إلى الكنيسة ها كثير نسبة عالية من المسيحيين عندما تتكلم عن المسيح والدين بيقول لك this is crap يعني ما شو هذا ما إليه عازي لأنه هو بيعتبر حاله أنه مؤمن بالله وكذا بس بيصدقش بها القصص لا لأنه شغلوا الشغل الشغل المسائل اللي شغلوا فيها ها الصراع من أجل المال قوى كبرى تنهى بالعالم حتى بأمريكا هون هي القوى الأكبر الشركات العظيمة التي تستحوذ على الثروة الأمريكية الشي حوالي 80% قل قليل من الناس مش هيك قل قليل من الناس جعلت الناس مشغولة كيف بدأت دبر حالة إذا أنت ما اشتغلت بيخرب بيتك دغري بدون يشغلوك بشغلات تانية حتى ما تطالب بأي شيء آخر ما تفكر بدينك ما تفكر بالظلم ما تفكر بأي شيء آخر بيشغلوك بمسائل على الانترنت بيفتحوا خطوط الفساد بيفتحوها بالعالم كله هلأ صارت لأنه الكمنيكيشن صارت عالمية قرية صغيرة وبشغلوا الإنسان بمسائل مثل الافريكان امريكانز هون عندهم كتير المسيئة قدش مهمة الراب بريك دانس والقصص هذي كله وغيره هذي بيشتغلوا عليها بالصحف والجرايد والمجلات والإذاعة والتلفزيون أنه هذا الأسود خلق للموسيقى أو للثن فبتلاقيه أبدا ضايع فيها رايح فيها عدا عن جزء من البيض انزل إلى اليوتوب أنه واحد مثلا عنده يوتوب بيطلع بيحكي كلام ما له عازي نانسنس بيتحدث عنده حوالي 30-40 مليون عم بيراقبه هو ما ما بيسوى شي ما بيحكي شي بينفع بل كلام سيء ما بيسوى والولاد بيطلعوا أنه لك هذا شو عم بيحكي وكذا لك قداش كم واحد صار عنده صار عنده هذا 40 مليون مشاهد يعني عنده من فوق المئة مليون دولار وغيره 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 وبتلاقي هالولاد التينيجرز معجبين فيهون وغيره مثل هذا بيوري باي وغيره وهالجماعات حتى مرة أنا صرت بدي أتطلع شوف شو عم بيحكي أنه شو عم بيحكي لاش عم بيطلعوا فيهاك لا لأنه فيه فراغ روحي فيه فراغ ذهني فيه فراغ من كل القيم فيه فراغ من المعارف الحقة ولذلك هذا شو بدي يفكر هالمسكين هالصبي هذا بده يضيع وولادنا نفس الشي مثلهم بالمدارس ما فيه شي الولد بيجي من لبنان مثلا عنده عقلية معينة عنده هاي قيم كذا إلى آخره بفتعة المدرسة بيستوحش عقليتهم غير شكل فرغين ما عندهم شي بعدها بيصير بده يجاريهم كذا كذا شوي شوي بيصير في مشكل كبير هذي هذي شو أصلها أصلها تضييع الناس ودين الناس لأنه خصوصا الدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي هو الدين الذي يدعو إلى التوحيد الحقيقي يدعو إلى التوحيد الحقيقي يعني شو التوحيد يعني لا إله إلا الله ولا معبودة إلا الله ولا رب إلا الله ولا حاكمة إلا الله أبدا أنت ما إلك شي أنت حاكم حاكم يجب أن تحكم بالعدل إذا أنت ظالم الله هو الحاكم ممنوع تكون بكريستك هذا هو الإسلام ولذلك أمير المؤمنين بمعركة صفين عندما كان واقف عم بيطلع بالجيش يتقاتل إجا واحد سأله من أصحابه قال له يا أمير المؤمنين أتقول أن الله واحد فإجوا أصحابه وطلعوا فيه قالوا له إن أمير المؤمنين أما ترى أمير المؤمنين ما فيه من تقسم القلب إنه شو هالسؤال هيدا وقاموا ليه إنه شو هالسؤال عم تسأل أنت شغلي عقائدية مثل كأنه سؤال حوزوي بتقول إنه الله واحد شو الدليل على إنه الله واحد فقال له الإمام تركوه فإن الذي يريده هذا الرجل منه هو الذي نريده من معاوية يعني شو أصده الإمام التوحيد الحقيقي إنه هذا معاوية عامل ربهم بده يحكم كما يشاء وكما يريد التوحيد الحقيقي أن تحكم بما أنزل الله وبما يريد الله وأن تعبد الله كما يشاء الله مثل ما إبليس قال له لرب العالمين قال له يا رب أنا بعبدك عبدي ما حدا عبدك فيها مثلي وما حدا بعبدك مثلي شو بدك بآدم هذا حديث موجود قال له يا إبليس أنا أريد أن تعبدني كما أشاء أنا وليس كما تشاء أنت أنا بدي تعبدني مثل ما أنا بدي هذا نظام أنا عامله وهذا النظام اللي عنا موجود نظام منظومي إلهي حقوقي يجب التقيد بها الإمام الحسين دافع عنه الشريعة جاءت لمصلحتنا ولذلك هلأ بيحكوا كتير ناس عن يشان يشوهوا أفكار الإنسان عن الشريعة إنه هذه الشريعة مش مزبوطة مش كاملة هذه الشريعة هلأ صرنا بعصر التطور طلعنا على الأمر وإذا طلعت على الأمر يعني بتعيش تصلي أو طلعت على الأمر بتعيش تصوم أو لازم المرأة تشلع عن رأسها لأن طلعوا على الأمر لا لأنه كأن الإسلام ضد التمدن ضد الحضارة ضد روح الحرية بينما الإسلام هو الذي جعل الحرية وإلها طعم بعد ما كانت الكنيسة بأوروبا ظالم المسيحيين وتضحك على المسيحيين وتبيعهم أراضي بالجنة ولذلك الإسلام بفضل الإسلام مدة أربعمائة سنة أربعمائة سنة إذا رجعتوا للتاريخ مدة أربعمائة سنة جامعة الصوربون في فرنسا في بيريس يدرس الطب فيها باللغة العربية حدا أعرفها هاي؟ لا لأن الإسلام وقت اللي نهض هذه النهضة أعطى النور لأوروبا ولأصفانيا بالأندلس بس بعدين وقت اللي صار الدين يتغير دين بني أمية وبني العباس هزموا بالأندلس وذبحوا بالأندلس نتيجة مصالحهم الذاتية هذه المجالس الحسينية مجالس أهل الله في أرضه هذه المجالس فيها البركات التي ستعم على الجميع بمحمد وآله هذه المجالس من أعظم المجالس والمواقع التي تظهر لأهل السماء كما تظهر النجوم لأهل الأرض فلنفتخر أننا من شيعة علي ولنفتخر أننا من شيعة محمد وعلي والحسن والحسين وأهل البيت عليه السلام ولكن حتى يتم هذا الافتخار وحتى يتم هذا العلو والفخار يجب أن يلتزم الإنسان بدينه ويجب أن يكون مظهرا للشيعي الذي يتكلم عنه الإمام الصادق رحم الله جعفرا فقد أدب أصحابه كما يقول الحديث ما لازم أبدا الشيعي يظهر بمظهر المتهتك المرأة التي تظهر بمظهر المتهتك وهي شيعية تؤمن أن علي بن أبي طالب هو إمامة وكذا وبنفس الوقت ما عندها ذلك الالتزام حرام علينا أن نكون يدا واحدة جميعنا من أجل رفع مستوى أولادنا وبناتنا ورفع مستوانا نحن بالأساس حتى نقدر أن نعلم أولادنا وبناتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا جميعا لما يحب ويرضى يجمعنا على الخير والهدى وكلمة التقوى وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وإلى أرواح مواط الحاضرين جميعا والشهداء ومن مات على الإيمان ولنصرة أهل الدين في كل زمان ومكان ثواب الفاتحة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة